أهلا بكم مشاهدين أخبار المال والأعمال تحت رعاية وحضور سمو شيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء انطلقت بمركز شيخ جابر الأحمد الثقافي احتفالية حملة كويت جديدة لاستعراض خطة التنمية الوطنية المنبثقة من رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد شيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لدولة الكويت بحلول عام 2035 المزيد من التفاصيل نتابعها في تقرير الزمير يوسف لمطاري الحملة الوطنية الإعلامية التي سميت كويت جديدة تعتمد على سبع ركائز أساسية تهدف لخفض الاعتماد على النفط والتقديس الإنفاق الحكومي وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص وتمكن الكويتيين من التملك في شركات الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص دعبت الحكومة ممثلة في وزارة المالية بمحاولة وضع ميزانية فعالة ميزانية فعالة في إنفاقها ميزانية تحافظ على مقومات العيش الكريم للمواطنين ميزانية تحافظ على الإنفاق الرأسمالي وتحاول قدر الإمكان أن تحد من الإنفاق الجاري الذي يمكن الاستغناء عنه ومن جانبه قال وزير التجارة والصناعة خالد الرضان أن الاقتصاد حقق قفزات عديدة كزيادة الاستثمار المباشر بنحو 300% وجد بـ 400 مليون دينار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فأحنا نتكلم عن ترخيص إلكتروني يجب أن يكون موجود وموجود بالخطة نتكلم عن اقتصار الدورة المستندية حوكمة الإجراءات توحيد وتطوير أنواع الرخص وكثير من الأشياء ممكن لأطراف كثيرها بسيطة لكن سوف تعمل فارق كبير بالاقتصاد ثانيا عندنا الاهتمام بالمشاريع الصغيرة المتوسطة وليس فقط هو من خلال تمويلها بل خلال دعمها ورعايتها وتوفير البيئة المناسبة لهذا المشاريع وليس هي مسؤولية فقط الصندوق الكويتي للمشاريع الصغيرة المتوسطة هي مسؤولية جميع الإجراءات ومجلس الأمة وتحسين بيئة الأعمال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الاصبيح أكدت أن مرتكز الاقتصاد المتنوع والمستدام يتضمن العديد من البرامج والمشروعات المرتبطة بوثيقة الإصلاح الاقتصادي والمالي مشيرة إلى أن حملة كويت جديدة سيكون لها جهودا كبيرة في تنوير الرأي العام حول الاقتصاد المتنوع الخطة في نهاية 2035 سيكون المواطن إما لديه عمل أو يعمل في القطاع الخاص سيكون في منطقة بيئية نظيفة سيكون أعمال كلها يقملها من الهاتف النقال الثانية أقلبية المشاريع تخلط في المرحلة التنفيذية وهذا مؤشر يبين أن نحن لازم نزيد من هذه المتابعة ونطورها ونستخدم التكنولوجيا في المتابعة حتى نستكمل الخطة الخمسية التي هي أول يعني ثاني خطة في الخطة لـ 2035 نستكملها إن شاء الله طبعا اللي ما يعرفون وفي الختام تم عرض في المنتسجيلي يوثق أبرز المشاريع القائمة والمنتظرة ضمن ركائز وبنوط خطة التنمية التي تحدد رؤية الكويت لعام 2035 سراتين